إلى صحيفة الشرق الأوسط ترامب يقول طريق التعامل واشنطن مع الصراع بأوكرانيا قد تشعل حربا عالمية ثالثة حذر الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب من أن طريق التعامل واشنطن مع الصراع في أوكرانيا قد تشعل حربا عالمية ثالثة وبحسب شبكة RT الروسية قالت ترامب في كلمة ألقاها بمؤتمر في ناجفيل بولاية تينيس يوم الجمعة قال لدينا حرب في أوكرانيا قد تتحول إلى حرب عالمية ثالثة بسبب الطريقة التي نتعامل بها معها وانتقدت ترامب حزم المساعدات التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لأوكرانيا قائلا لقد قدمنا 40 مليار دولار لكييف بالإضافة إلى 16 مليار دولار أخرى أي إجمالي 56 مليار دولار لكن عندما ننظر إلى أوروبا وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان نجد أنهم أعطوا أموالا قليلة لكييف هذه الدول لا تساعد سوى بجزء صغير من المال مقارنة بما تخصصه الولايات المتحدة رغم أنها أكثر تأثيرا من هذا الصراع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر